تلقى وزير الخارجية سمح شكر اتصالين هاتفيين من نظيريه اليوناني نيكوس دين دياس والهولندي ستيف بلوك وتم التباحث حول التطورات المتسارعة جارية في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الذي يشهده قطاع غزة كما تم خلال الاتصالين التطرق إلى المساعي المبذولة للتهدئة حيث ثمن وزير الخارجية اليوناني والهولندي الدور المصري في هذا الصدد وجهود القاهرة الحديثة نحو توصل إلى وقف للتطور وإنهاء التأذب الحالي